من بين عشرات الجزر التابعة لمدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة تعد الفشت الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان يفتقر سكان الجزيرة البالغ تعدادهم نحو 150 مواطنا لأبسط مقومات العيش فرضت الحرب على الجزيرة البسيطة عزلة تامة عن العالم بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على قطع الاتصالات عنهم وأعادها الجيش الوطني بعد تحرير الجزيرة مدرسة وحيدة تفتقر للتأهيل ومركز صحي متواضع هما كل ما لديهم من مرافق خدمية أوجدتها الدولة فيما تزداد الحياة صعوبة في ظل شح أساسياتها كالمياه الصالحة للشرب لفترات زمنية طويلة اعتمد أبناء هذه الجزيرة على الاستياد للكسب خاصة وجزيرتهم تعد مركزا رئيسيا للصيد بالإضافة إلى تمتعها بشواطئ رملية صالحة لرسو القوارب إلا أن الحرب قطعت عليهم مهنتهم وأحالت الكثيرين منهم إلى البطالة توقفت معظم الأسواق التي اعتادوا بيع محصولهم البحري فيها وأصبح اعتمادهم الكلي على مساعدات خيرية تقدمها بعض الجهات بالإضافة إلى مساعدات من الجيش الوطني